اشتركوا في القناة اقول لك نقطة على مثلا امام عشور تاني او على كهربا يقول النقطة فالمعلق او الشخص المعتاد على التهريج والكوميديا طالع امبارح يقولك ايه اصلكولر مش طائق امام عشور هو صراحة انا قلت لحضراتكم هو كلام لا يستحق الرد اساسا لانه لا علاقة له بالفنيات ولا علاقة له بالانتقادات ولا بالتحليل ممكن جدا يبقى امام عشور وحش في المطش اللي فات في الراجل طلعه هل ده معناه ان الراجل مش طائق امام عشور لانه ده يصنف تحت بند الكوميديا على طول تحت بند الكوميديا وتحت بند عدم الجاري وراء المعلومة اجري وراء معلومتي فلما تطلع لي دخان حفهم منه ولكن مش معنى ان انا فيه لاعب خرج ما بين الشوطين انه هو بينه وبن كولر مشاكل مهما كان ده اسم هذا اللاعب امام عشور او غير امام عشور يجب ان يكون هناك محاسبة لابد من وقفة مع القنوات المتعقدة مع العرائز دي لازم يجب ان يكون هناك خلاص عروسة انت حر اعمل انت عايزه مفيش مشكلة يتلعب بيك ما يتلعبش بيك انت حر ولكن يعني حتى وانت بيتلعب بيك قول يا اخي قول كلام مظبوط حتى او كلام قريب من المظبوط ولكن ما بيقولش كلام مرايب من المظبوط والله يجب ان يكون هناك فيه مرجعة لمثل هذا الكلام خصوصا لما يكون بيمث النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي او انا هنا بتكلم عن نادي الاهلي ده ده اللي بيتكلموا عليه ده امام عشور ده لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر حقيقة انا من وجهة نظري لا يوجد مبرر لاستمرار مثل هذه الظواهر قولنا الامور ماشي بشكل جيد جدا حتى اذا كان هناك انتقاد بيكون انتقاد بشكل محترم وسنظل نسير بهذه الطريقة وبهذا الشكل احنا عمرنا ما كنا عرايس حد بيحرقنا من فوقنا يعني انا عمر ماسل ما ما حد يجي يقول لي ايه والله يا اسلام انت لازم تقول واحد اتنين ثلاثة امرها ما حصل ولا حتحصل ان شاء الله يعني ولكن ما صدقنا ان الوسط الرياضي اصبح هادئ ومتزن ورياضي الوسط الرياضي اصبح وسط رياضي او اصبح رياضي لماذا يسمح لبعض هؤلاء المهرجين بوجود او بوجودهم على هذه القنوات انا هل انا طريقتي او مش هل انا هي طريقتي دائما بتعتمد على اثارة الجدل بان انا امسك امام عشور مثلا يعني وقوم جاي يعمل عليه قصة ونكتة وبتاع زي ما كان من اسبوع كده او من عشر ايام على محمد هاني النهاردة خلينا اقول لحضراتكم جزء اخر اننا هتلاقي الكلام ده او الكلام الفترة اللي جاية كله على النادي الاهلي وعلى قيمة النادي الاهلي ما يختار زي ما يختار كولر عايز يختار رحمد عبدالقادر يختاره مش عايز يختاره ما يختاروش عايز يختار مودست يختاره مش عايز يختاره ما يختاروش عايز يختار محمد الشناوي مش عايز يختاره ما يختاروش هو حر المدير الفني له مطلق الحرية في اختيار ما يرى مناسبا ومن حق حضرتك ان انت تنتقد ما تراه ولكن حضرتك كجمهور او كعروسة بيتلعب بيك ما تعرفش اللي بيحصل في ارض الملعة ما تعرفش التمرين ماشي ازاي ما تعرفش مين بيهزر ومين ما بيهزرش ما تعرفش فلاني الفلاني ده يستحق ان يكون داخل اليد الالي ولا ما حدش عارف الوحيد اللي يعرف هو المدير الفني ومن يتابع التمرين اليومية لانه خلي بالحضرتك هو انت متخيل ان الكابت الخطيب قاعد في البيت ما بيعديش عن لعيبة مثلا فما فيش تقارير بتجيله بصفته رئيس للجنة التخطيط او بصفته المسؤول عن ملف كرة القدم من مفاوض من مجلس الادارة اوه حد يفتك تقرير يومي وبكل لحظة حصلت ومين بيعمل ايه ده اليوم اللي ما بيروحش فيه يعني كل الناس بتبقى لجنة التخطيط كاملة بيبقى عندها دراية بكل ما يحدث فحضرتك اللي حتطلع تقول اللي هو المهرج ده حيطلع يقول مين يمشي ومين ما يمشيش ومين ييجي ومين ما يجيش ومهما النهاردة بقى حتلاقي الكلام كله على اصل كاس العالم واصل عايزين مش عارف يعملوا ايه حتسمعوا احنا هديب مع بعض وحنشوف بكرة ايه اللي حيحصل فخلي بال حضراتكم من مثل هذه الامور دايما احنا كجمهور النادي الاهلي عندنا شيء واحد فقط ننتقد الخواجم وجهة نظري ان انت شايف ان اسلام لازم يبقى موجود في الناس اللي مسافرة والراجل ما حطوش انتقد اداء الراجل لا طب ولكن جمهور الاهلي بقى عنده الميزة اللي مش موجودة عند حد الميزة اللي هي ايه طيب انا هشجع النادي الاهلي وحفضل ورا النادي الاهلي وحساند النادي الاهلي وخلينا نشوف اللي حيحصل في كاس العالم ومين اللي حيتحاسب كولر اللي حيتحاسب في عدم اختياره او اختياراته حيتحاسب على الاتنين لماذا اختارت سين ولم تختار صات وزي ما حضراتكم شفته بيتحاسب حساب عسير مش عشان حاجة لانه المدير الفني دائما يجب ان يكون عليه غطى الناس شايفاه فاحنا كل الناس شايفة كل اللي بيحصل في الفرقة وعارفين كل حاجة بتحصل وماشي ازاي برضو زي حاجة غريبة انتشرت امبارح وبرامج ومواقع يقولوا الناس لمحمد عبد المنعم وقد وقع مع وكالة انجليزية عشان يمشي من النادي الاهلي طيب خليوا اقول لحضراتكم معلومة معلومة مش عايز اقول بس منين عشان ما معلومة محمد عبد المنعم ولا وقع ولا حاجة والوكالة الانجليزية اللي موجودة دي لمحمد عبد المنعم دي مع محمد عبد المنعم من بعد امم افريقيا اللي فاتت يعني من اكتر من سنة ونص واتقالت ساعتها والكلام اتقاله ودلوقتي وقع عفوا دلوقتي يوقع مع حاجة تانية او مع وكالة تانية لا ما يوقع شلام يوقع مع وكالة اخر قولا واحدا خدها حضرتك مني وقولها في كل مكان لانه الكلام اللي بيتقال دا يا جماعة كلام مش مظبوط مش مظبوط غير صحيح هو كلام الغرض منه هو الهدم فقط محمد عبد المنعم عايز يمشي كل لعيب في النادي الاهلي او في كل لعيب في العالم او كل لعيب في مصر دلوقتي عايز يطلع يحترف في الدوري الانجليزي وفي الدوري الاسباني امنية من امنيات الكل اللاعبية مش محمد عبد المنعم بس ولو جالك عقد النادي الاهلي دايما كده لو جالك عقد محترم يليق باسمك وباسم النادي الاهلي اللي انت بتلعب فيه اللي ادلك هذه الجماهرية الكبيرة شكرا كله النادي الاهلي بيقف في ظهر لعبته ومعندوش مشكلة لانه النادي الاهلي لا يقف على احد كل اللي حضراتكم شايفينه ده محاولات الافتعال ازمات وهمية عشان برامج تشتغل وده يخش يتكلم ونجيب الاتنين يعودوا الكارفاتات زي ما احنا عاملين كده الكارفاتات البداية مشايفينه والناس تتكلم والعرائز تشتغل يعني يقعد فوق كده وتلاقي الخيط طالع يقول له رفع ايدك تلاقي يديو اللي مين عملت كده تكلم عن امام عشور يديو الشمال عملت كده شعاية كتيرة وكل يوم حتلاقينا غير صحيح بيتقال على النادي الاهلي مرة تانية بقول لحضرتك معلومة معلومة واضحة هو حضرتك ما سألتش نفسك ليه الخبر بتاع محمد عب منع منتشر فجأة كده وبنفس الصيغة على كل المواقع محدش بيفكر في الكلام ده يعني لانه طالع من الناس من بعد ما لا يشجع النادي الاهلي انا عرفت برضه هو طالع منين من بعد ما لا يشجع النادي الاهلي لغرض واحد فقط وهو التأثير على النادي الاهلي بكل الطرق بكل الطرق اوقع حد يفتكر ان انا حسكت على اي حد مهما كانت الامور او مهما كانت الامور لانه في النهاية تحق جمهور النادي الاهلي علي على قد ما بقدر على قد ما بنقدر فخطتهم ايه مين ماشي كويس مع نادي الاهلي حمد عب منعيم اديله يلا امام عشور مكسر الدنيا وعمل شغل كويس جدا اديله كهربا خد له سنتين تلاتة بس احنا عارفين موقف كهربا وعارفين موقف امام عشور تحديدا محمد هاني برضو خد شوية حلوين فتجد ان كل هذه الامور والله لما بيبقى في حاجة تلقونا حتى يعني لو مش هنقدر نطلع نقولها ما بنتكلمش ما بنقولش عليها حاجة ولكن مرة اخرى مرة اخرى وتانية وتالتة وربعة للمرة الخامسة بقولها حمد عب منعيم لم يوقع مع وكايلة انجليزية قولا واحدا وقع من سنة فناس كتيرة جدا بتعمل يعني رجل ده الشناوي نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب محمد الشناوي يعني نجم المنتخب مصر ونجم النادي الاهلي اتمسك فترة يعني برضو حملة شنيعة عليه يعني عايزين يخلصوا عليه بكل الطرق ولكن الشناوي ووقفة جمهور النادي الاهلي خليته يرجع افضل وافضل من الاول سواء مع المنتخب أو مع النادي الاهلي كل العب يبقى وحش في فترات يا جماعة بتحصل وحتحصل وحنشوف مرة تانية من له حق اختيار القيمة في كاس العالم مرسل كولر وحده لا احد غيره يختار حضرتك قول زي ما انت عايز وانا قول زي ما انا عايز لا يقول زي ما هو عايز في النهاية كولر هيختار الاسماء ويحطها ويبعثها فمش عايزين حد ده الموضوع الاولاني الموضوع التاني زي ما قلت لحضراتكم في عايز ناس بتحركها من فوق بالخيط هاللي بالكم فالعايز دي مش عايزين نبصلها مش عايزين نشوف او يجب ان يكون هناك موقف واضح لهؤلاء الاشخاص اللي انا دايما بشوف ان هم لهم جزء كبير جدا في زيادة نسبة تعصو بقولك اصلوا اسلام بيروت طبعا انا لازم ارد اما الحفضل ساكت مش حفضل ساكت على مثل هذا التهريج ومثل هذا الكلام الغير صحيح كل ما يقال لكن الناس المحترمة نرد عليهم باحترامهم وبأدبهم فكل الناس محترمة طبعا وعلى دماغي من فوق لكن انا اقصد انه حتى لما بديجي نرد بنرد باحترام وادب وده المهم خلنا نروح لفقرتنا الثانية